السلام عليكم مزيقيا شباب ان شاء الله هنشرح جزء النهاردة باقي التفاضل اللي هو تطبيقات التجارية على التفاضل في جزء كده تشرح برضو اللي هي المرونة والعرض والاراد الارادات الحدية دي احنا اخدناها والميل برضو اخدينه هنعيد عليه تاني تمام طيب عشان هو الجزء اللي اتشرح جديد اللي هو كان مرونة الطلب والعرض طيب احنا عندنا محاضرة النهاردة عندنا ايه عندنا اربع اربع حاجات اول حاجة عندنا مرونة الطلب تمام وبعد كده عندنا مرونة العرض وبعد كده عندنا الارادات الايه الحدية جميل واخر حاجة معنا الميل الايه الميل الحدي للاستهلاك جميل طيب الاربع حاجات دول ان شاء الله هنشرحهم النهاردة طيب سريع يعني اخد ايه هما افكارهم سهلة يعني طيب عندي مرونة الطلب عندي قانونين او القانونين اعتبر زي بعض مرتبطين بالنسبة للآآ الطلب والعرض طيب لو انا عندي اول حاجة قانون مرونة الطلب ده بيساوي ايه هنعمل كده وهنعمل كده ده القانون بتاعنا طيب القانون بتاعنا هنحط ايه فوق سين سين ده بيرمز رمز السعر تمام وتحت هيبقى معنا الطه الطه ده ايه اللي هو الطلب اختصار كلمة الطلب هيتحطي تحت جميل طيب هنا هيبقى ايه هنا هيبقى التفاضل بتاعنا التفاضل الرمز بتاعنا بيبقى دال وهنعمل عملية مقص هنطلع الطه فوق يبقى دال طه على وننزل السين تحت على ده السين يبقى كده ده ايه ده القانون بتاعنا طيب العلاقة بتاعتهم ايه? هي علاقة عكسية سالبة. طيب لو قلنا مرونة العرض. مرونة العرض بيساوي ايه? هيبقى نفس الفكرة هو هو اديدال وديدال فوق سين تحت احنا عندنا ايه? مش عرض? اه هيبقى على طول هنحط تحت العين. ونفس الفكرة هنعمل المقص. السين تحت والعين فوق. طيب العلاقة هنا بتبقى علاقة ايه? هتبقى علاقة طردية موجبة عكس التانية على طول. واحنا فهمنا ادي القانونين القانونين دول هو هو نفس القانون بس بنغير الطاه بنغير العين وهنا علاقة سلبة وهنا علاقة ايه موجبة. تمام? طيب بالنسبة للارادات الحدية بتاعتنا هيبقى سهل كده كده هتتعامل. هنحلها بالايه? هنحلها بالقالة على طول. خلاص? والميل هنحلها وكانون سهل هنحلها على طول برضو. يلا بينا ناخد مسألة على مرونة العرض والطلب. طيب اول مسال معنا. مسال اول بيقول لك ايه? بيقول لك بفرض ان العلاقة بين سعر السلع اسين. والكمية المطلوبة منها طه. يمكن التعبير عنها بالدلة التالية. بيديك الدلة طبعا بيقول لك ايه? عايزين نعبر عنها. الدلة بتقول لك ايه? بتقول لك الطه بتساوي مية وستين ناقص. اربعة من عشرة سين قص ايه? سين قص اتنين. المطلوب بيقول لك اوجد اوجد. المرونة يبقى انا كده خلاصها عندما تكون سعر السلعة بتساوي كام? خمس وحدات. يبقى انا عندي كده على طول اترجم ان السين عندي اللي هو السعر معايا خمس وحدات. تمام? طيب. يبقى اول حاجة هنحط القانون بتاعنا. قانون مرونة الطلب. بيساوي ايه? الطه. اه. يبقى على طول هعمل مقصين كده على طول. السعر عندي فوق وبما ان مرونة الطلب يعني اختصار رمز الطه. وعندي هنا دال وهنا دال واطلع الطه فوق واطلع السين. اطلع الطه فوق. وانزل السين تحت نعمل عملية ايه? عملية مقص. طيب. لو احنا جينا نعوض. لو انا عايز اعوض هقول له ازا اول حاجة هعمل تفاضل ممكن اعمل تفاضل للرقم ده كله كده بالقلة. تعال اوريك ازاي? طيب تعال نحلها كده وبعد كده نعملها بالقلة. جميل? طيب. دلوقتي انا عندي اهو السين عطاه. فيه. هعمل ايه? انا عافية المسألة عندي اهو. بالمسألة عندي هقول ايه? هضرب. اتنين في اربعة من عشرة. هتطلع ايه? تطلع سالب سين. دي بعمل لها تفاضل. فانا عملت تفاضل اتنين في اربعة من عشرة يبقى سالب تمانية من عشرة. والقص بنطرح منه واحد. هيبقى سين. وكده كده ايه? الواحد ما بيتكتبش. اهو قال لك وحيسوا ان سين بتساوي كام? بتساوي خمسة. اللي هي فين? اللي هي دي. جميل? طيب. لو احنا عايزين نعوض هقول له ازا. الطه عندي ايه بتساوي? قانون اهو. بنا عندي هقول له كده ادي مية وستين. هاخد الايه? المعادلة بتاعتي زي ما هي? مية وستين ناقص. اربعة. هكتب السين قص اتنين لأ اشيل السين قص اتنين واحط مكانها ايه? هعوض عن السين وانا عندي السين بخمسة قص كام قص اتنين. تمام? طيب بمعنى هقول له يساوي المية وستين اللي هي اهيه. اخدها تاني. بعد كده هضرب. هقول له كام? ناقص عشرة هيساوي كام? هيساوي مية وخمسين. ازا انا جبت الطه يبقى الطه عندي بكم يا حبيب قلبي? الطه عندي كده بمية وايه? بمية وخمسين. طيب. يبقى القانون بتاعي بقى خلاص كده انا جبت الطه المشكلة بتاعتي كنت عايزة اجيبي الطه. ازا مرونة الطلب هتساوي كام? خمسة اللي هي سين? على الطه اللي طلعتها اللي هي مية وخمسين فيه. في كام? سالب اربعة. المفروض اللي انا اعمل تفاضل دي. تمام? تعالى بقى نعملها مسلا لو احنا عايزين نعملها آآ بالقالة نعملها بالقالة. ازاي? تعالى هوريك ازاي? هوني جي كده. هنقول ايه يا باشا? اول حاجة هقول شفت شاف اللي هي الرسمة اللي عامة زي الوزة دي او دي التفاضل بتاعتنا. طيب هنعمل ايه? هنقول ايه يا باشا مية وستين ناقص زيرو بوينت اربعة السين حازك تبقى سين قصة اتنين هعمل ايه? هقول له الفة سين. تمام? طيب واطلع فوق قصة اتنين هخرج برة. قال لك عند الصين بتساوي كام? بتساوي خمسة هقول له يساوي. بتلعب بكام? بتلعب بسالب اربعة. هقول له كده سالب اربعة يبقى انا عملت تفاضل على طول بالالة تلعب بكام? سالب اربعة يبقى انا دي عملتها بالالة واختصرت على طول. هنضرب الكلام ده كله بالالة مرة واحدة. وهو تعالى. هنقول ادي خمسة على المية وخمسين فيه. سالب سالب اربعة. تلعب بكام? تلعب سالب كام يا حبيبي سالب. وناخد اول رقمين من بعد العلامة. هيبقى سالب. تلاتة عشر. تمام? باخد رقمين تلاتة ارقم على حسب بقى ما هو جيب لك في الاختيارات عندك فيها ايه? تمام? يبقى احنا كده خلصنا آآ مرونة الطلب. طيب عادة نشوف مرونة. مرونة الايه? مرونة العرض. احنا جبنا آآ مرونة الطلب. طيب. المسال بيقول لك ايه بقى? بيقول لك ازا كانت العلاقة بين العرض والسعر لسلعة تمثلها الدلة التالية الدلة بتاعتي بتقول لي ايه? ادي عين بتساوي ادي مية وستين زائد اتنين من عشرة سين قص اتنين. طيب. قالك ايه عندما يكون سعر الوحدة كام عشرة? تمام? يبقى دي السن بتاعتها تبقى بعشرة. القانون بتاعي زي ما قلت لك القانون كده كده هو هو. مفوش اختلاف. مرونة اهو. الايه? هيبقى مرونة الطلب او مرونة العرض. هو هو. اهو. طيب هنساوي. هنعمل ايه? انا عندي فقسين وعندي تحت عشان العرض. هحطي مين? هحطي عين. وطلع عين فوق. وسين تحت والدال معنا. هي هي. ما فيش اي مشكلة. طيب. عايزين نعوض بقى. تعالي نعوض. اول حاجة بنعمل التفاضل. التفاضل بتاعنا بنعمل ايه? عشان اجيب التفاضل بتاع الرقم ده. بتاع المعادلة دي. هنعمل ايه? هنضرب اتنين في اربعة اتنين في اتنين من عشرة. يطلع بكام? يطلع بقى اربعة من عشرة. سين قص واحد. الواحد كده كده ما بيتكتبش طيب. هقول له بقى ايه? هقول له ازا بقى تعالى بقى. ازا العين بتساوي كام? انا عندي المعادلة اهو ادي مية وستين صح? زائد كام? اتنين من عشرة. هنشيلي السين ونعوض عليها بعشرة صح? اه? نفتح الكوس عشرة قص كام? عشرة قص اتنين? طيب. يبقى تعالى نعملها ايه? تعالى نعملها على الالة. انا عندي مية وستين زائد اتنين من عشرة في افتح الكوسين وحط العشرة فوق واطلع ودي قص اتنين. تلعب بكام? تلعت. هتساوي كام مية وتمانين. جميل? طيب. في حاجة تانية. احنا بقى ايه? لو محتاجين نعوض انا كده كده عندي تلعت اربعة من عشرة. صح? اه. هنضربها على طول لو عايزين اختصار نضربها في العشرة تطلع معايا بكام? تطلع باربعة. العشرة دي اللي هي سين. فانا شلت السين. وحطت مكانها عشرة وضربت. لبقى انا كده ايه? عملت لها تفاضل. اصبح عندي كام? اصبح عندي اربعة. يبقى انا كده عندي الازن مرونة العرض هتساوي كام? هتساوي انا عندي كام السين فوق بعشرة صح? وعندي تحت طلعت كام الرقم الجديد مية وتمانين في كام? في اربعة? يبقى هقول له عشرة على مية وتمانين فاربعة يطلع بكام? يطلع اتنين وعشرين. وده الايه? ده الحل بتاعي. تمام? ده كده بالنسبة للايه? بالنسبة للعرض. تعالى نشوف تكاليف الاراضات. طيب عندي بقى سؤال للتكاليف قال لك ازا كانت العلاقة بين التكاليف الكلية صاد وعدد الوحدات المنتجة سين. في احد المصانع تحددها الدلة الاتية. ادك دلة وقال لك الصاد عندك بتساوي خمسين زائد عشرة سين زائد واحد وستة سين قس اتنين. قال لك عند التكلفة الحدية. كم يا بابا التكلفة الحدية قال لك عشرين واحدة. طيب ما قال لك تكلفة حدية على طول هعمل تفاضل. يبقى انا ممكن ارايح دماغي بدل ما افضل اعمل تفاضل والكلام ده كله. هقوم جاية بالانا واختصر على نفسي. اهو. هقول له ايه? هقول له شفت وزا اهي? اللي هي التفاضل. تمام? طيب. هناخد الايه? ناخد المعادلة من اللي ميليش ما اللي هقول له خمسة. زائد بعد كده عشرة سين. السين ايه? شف اه الفا كوس اللي هي الحمر اهي. تمام? طيب بعد كده هقول له تاني زائد واحد وستة من عشرة. اه سين قص اتنين هقول له الفا كوس. وديها ايه? سين قص اتنين. هطلع برة عند العشرين اهو. اهو خارج بورة كده اهم عامل عشرين واقول له ايه? واقول له يساوي. تلعت بكامل ناتج بتاعي تلع اربعة وسبعين. بافضل بدل ما ايه? ما اعمل تفاضل واخد وقت دي اسرع معايا. طيب. ده كده بالنسبة للمثال الاول. يبقى هيساوي كام? اربعة وسبعين. طيب. المثال التاني. بيقول لك ايه بقى? بيقول لك العلاقة بين الاراضي الكلي. وحجم الانتاج سين صاد وسين في احد المصانع. وفقا للمعادلة التالية اهو. هنقول له صاد بتساوي. تلاتة. تمام? افتح قوس خمسة سين قص اتنين. سالب خمستاشر لكل قص اتنين. قال لك ايه? قال لك احسب معدل التغير في دلة الاراضي الكلي. خلاص? في دلة في دلة ايه? الاراضي الايه? الاراضي الكلي. عندي ايه? اه عند وحدة خمسة. طيب. تلما تداني عند وحدة خمسة? بدل ما حل الخطوات كلها يا حبيب قلبي? هنقوم على طول واخدين المعادلة دي. ونحطها على الالة. تعالي نشوف اهو. هنعمل ايه? شفت وزة. تفاضل. اهو. ناخد اول حاجة. سفر. علامة. سفر تلاتة. افتح قوس. ما تكملش على طول مش نعمل بديك قوس? اه. هقول له خمسة. الفة سين قص اتنين. اهو. تمام? بعد كده هقول له ناقص خمستاشر. وما تنساش تقفل القوس. وهو هتنسى القص اللي فوق اهو. هطلع برا قالك عند كام? قالك عند خمسة. هقول له يساوي تلع بكام? تلع بتلتمية وتلاتين. هتلاقي عندك الاختيارات كام? تلتمية وتلاتين. ودي كده بتنجز معاك الوقت. بقى احنا التفاضل هنا عندنا ما فيهوش اي مشكلة. طيب. برضو للمسال اللي بعده نصف الفكرة. تعالي ناخد اخر مثال. بيتكلم على الدخل والايه? والاستهلاك. والاضخور. تمام? طيب. بيجيب لك مثال. وهيقول لك ايه بقى? طيب مديك مثال. المسال بيقول لك ايه بقى? بيقول لك تلاتة اصاد بتساوي اتنين واربعة سين زائد كام خمستاشر. قالك اه عند دخله اهو. دخله بيساوي كام? قال لك بيساوي تلتميد جنيه. طيب. عايز ايه? قال لك اوجد الميل. انا عايز الميل. الميل الحدي. طيب. هجيب الميل الحدي ازاي? اول حاجة عندي. هنعمل ايه? نكتب المعادلة بتاعتنا اهيه? يبقى التلاتة صاد هتساوي خلاص نكتبت المعادلة. يبقى هقول له صاد بتساوي. نعمل ايه? هنعمل تفاضل. ليه دي? يبقى هنقول له على تلاتة سوري. هنقسم على تلاتة. ليه? عشان عندي الخمستاشر. يبقى اشوف رقم يقبل الاسم على التلاتة. يبقى انا هجي كده هقول. اهو. هقول. اتنين واربعة على التلاتة. هيطلع بكام? هيطلع بآه تمانية من عشرة سين زائد خمستاشر على التلاتة فيها الكام فيها الخمسة. يبقى انا بالاسم على تلاتة اسمت على دي. واسمت على دي. الكبير على الصغير. انا اسمت اتنين واربعة على التلاتة. بعد كده اسمت الخمستاشر على التلاتة. تمام? طيب. يبقى احنا كده عندنا يا باشا. التفاضل بتاعي اللي هو الاس صاد على الاس دي على الدالسين بيساوي كام? بيساوي تمانية من عشرة. كنسبة كام? لو تمانين في المية. بقى النسبة بتاعتي كام? تمانين في المية. طيب. لو جاء قالك انا عايز بقى كيمة الاستهلاك لدخله تلتمية. عايز بقى كيمة الاستهلاك بتاعه. بكل بساطة هقول له الصاد عندي بتساوي اهو. تمانية سين صح كده اهو اخد دي. هقول له زائد كام زائد خمسة. هنعمل ايه? هنعوض عن السين. اونا السين عندي كانت متعوضة بكام? كانت السين عندي كانت اصلا كانت موجودة عندي. السين بالدخل اللي هو التلتمية. فهاجي كده هنا واقول له ايه? هقول له تعالى زيما ادي تمانية من عشرة. اشيل السين وحط مكانها كام? وحط مكانها التلتمية. زائد كام زائد خمسة. ونضرب بقى بعد كده اه تمانية من عشرة في التلتمية هيديني كام يديني متين واربعين. متين واربعين زائد الخمسة. هيساوي كام يا حبيبي? متين خمسة واربعين. تمام كده? وآآ كده يا شباب قلصنا المحاضرة الرابعة الجزء اللي كان زيادة. اللي ممكن ما تلاقوش في الفيديو هات. تمام? تحياتي بالتوفيق. الناس تذكر كويس تحل امتحانات. آآ وان شاء الله الدنيا تبقى معاكو زي الفل. شوفكم على خير ان شاء الله.